تفوق النمس على الكوبرى في القتال يرتبط بقلبه ودمه فنبضات قلب النمس أسرع من ضربات قلب الأفعى وهذا يمنحه إمكانية السرعة الفائقة في الحركة كرا وفرا بما لا تستطيعه الأفعى الأبطأ أما دم النمس فهو حار ودمها بارد ولهذا لا ينهك بسرعة كما يحدث لها في المجابهة فيظل نشطا سريعا في هجماته بينما تأخذه في التباطئ والخمود وبالرغم من مقاومة جسد النمس لسم الأفعى إلا أنه إذا ما تلقى عدة لدغات ناجحة من الكوبرى يعاني من بعض الضيق لكن ذلك يكون عابرا وهنا يبتعد النمس عن الأفعى موسعا مسافة الأمان بينه وبينها وسرعان ما يستعيد طلاقته فيعاود شن هجماته الخاطفة عليها ومناوراته المثابرة حولها حتى تنهك فيبادرها بالعضة القاضية